المنتخب الجزائري والجميع هو حامل اللقب طبعا وجميع يرشحوا ماذا رأيت في المنتخب؟ يعني المنتخب الجزائري أنا واحد من المتابعين للكرة الجزائرية وبشغف من فترة كبيرة جدا نكابت المتحط وكلنا استمتعنا بالكرة الجزائرية في بطولة 2019 مع جمال بالماضي حزين على حال المنتخب الجزائري ومش عايز أكون مبالغ لو قلت أن ملعب المباراة جابومة واحد من ضمن الأسباب اللي خلت المنتخب الجزائري مش عارف يلعب كورت والدليل نفس التشكيلة اللي كان بتلعب في 2019 مع تراجع بعض اللاعبين في المستوى ولكن يا كابتن متحد فرج على ملعب جابومة والأرضية بتاعته وأنا مش بقول كده عشان بالادي ولكن الجزائر في المباراة بتاعتها في 2019 بص منظر الملعب الجزائر في 2019 طلعت ليه الكرة المبدعة بتاعتهم لأنهم حتى الجزائر يقول لك إحنا كويرة ونلعب بالبالون يعني إحنا نلعب كورة ولا نحب نلعب الكورة اللي على الأرض اللعب تدور المجموعات تفوزت في الثلاث مباراة بتوعك أمام تنزانيا وكينيا والسنغال في ملعب استاد دفاع الجو أرضية ولا أرواح دور الستاشر بتتواجه مع منتخب غينيا على نفس الملعب وبتقدر تفوز بالثلاثة صفر تذهب لملعب السويس ملعب رائع جدا بيبدأ المنتخب الجزائري ويتعادل واحد واحد ثم يفوز بركلات الترجيح يلعب قبل النهاء أمام ناجاريا والنهاء أمام السنغال على أرضية استاد القاهرة اللي محدش يقدر يتكلم عليها فطلعوا كل اللي عندهم دي جزئية مهمة جدا كنا لازم نبتدي بقى الحديث لأن المنتخب الجزائري ظلم في الجزئية دي بس هيلعب ماتش الخميسة على نفس المال للأسف بعدما كانوا بيقولوا أن اللجنة المنظمة ممكن تنقل من دور الستاشر مصبوط ولكن خلينا أقول لك أن المنتخب الجزائري مع جمال بالماضي دفع برضو جزئية تحمل فيها جمال بالماضي اللي أشدنا بيه في 2019 وما زال بوشيد بيه أن واحد من المدربين الرائعين اللي حقق سلسلة انتصارات رائعة مع المنتخب الجزائري ولكن وقع في بعض الأخطاء شوية في مباراة سيرليون بدأها بأربعة واحد أربعة واحد ولكن الخمسة اللي قدام كلهم ما عندهمش أدوار دفاعية وكنت تحس في تباعد بين القطوط وكان فيه تداخل ما بين أدوار ياسين إبراهيمي وكمان اللاعب سوفيان في جولي وما شفناش الأطراف بتشتغل كويس لرياض محرز ولا يوسف لبلايلي وبالتالي إسلام سريماني كان منعزل ولما عدل في التشكيلة في الشوط التاني مع هارس بالقبلة اللي كان موجود كلاعب وسط مدافع بدأت الجزائر تظهر بكرة كويسة وأضعه حفنة أجوان ولكن محمد كامارا كان بالمرصد لكل الفؤوس أخذ رجل المباراة؟ بالضبط المباراة التانية بقى دي اللي كان فيه أعلامة استفهام شوية أكبر مشكلة حصلت للمنتخب الجزائري من وجهة نظري عدم التغيير في بعض الأفراد اللي يعملوا تنشيط في اللعب ككل وبعداء بغداد بنجاح بقى البعداء بغداد بنجاح جبت التشكيل بتاع المباراة بتاع الجينيا الاستوية كابتن متحت هو هو التشكيل اللي كنت بتلعب بيه في 2019 بس عملت حاجة واحدة بس شلت عدلان قديرا حطيت مكانه سوفيان بن دبك فأصبح ان انت معندكش مش مجدد في الأسماء اللي موجودة مصر لما فازت ب2006 وتمانية وعشرة كانت محتفظة بالقوام الأساسي تمام ولكن كان فيه بعض الأسماء اللي بتخش في كل بطولة بتحدس لك الفارغ زي ما شفنا وحسنا عبدالربو 2008 محمد زدان في 2008 والأسامة كلها لكل المتبانية فكان مطلوب من المنتخب الجزائري في البطولة دي ان احنا نشوف بعض الأسماء انه ما شوفش نفس التشكيلة على فكرة هي الكرة مش كيمية وارد ان جمال بالماضي كان عنده حقية ان هو يتمسك بقراءه او افكاره ان انا ألعب باصحاب الثقة والناس اللي انا عارفهم كويس ولكن كان يجب ان يكون حد في التشكيلة يديك بعض الحلول لان انت النهاردة بتقول للفرقة اللي بتلعب امامك هي اتفرجت عليك في 2019 لانت كنت عامل مباراة اكتر مرة عبطة لأفريقيا فبالتالي شوفنا الاداء نوعا ما ما ارتقاش للي كنا عايزين نشوفه ولكن اهم نقطة في الموضوع ده اللي انا شايفه من الشعب الجزائري وجمال الجزائري كابتن متحط ودي نقطة ايجابية جدا جدا دعم غير عادي للمنتخب الجزائري والجمال بالماضي وده شيء يحترم وبشدة حد غيرهم كان يزعل ان احنا 35 ماضي شو بعدين اكثر غير يستوى لا دعم غير طبيعي وانا حاسس ان الجزائر في المباراة القادمة هتلتفد اعتقد كده وان كان الملعب هو المقطة السيئة يا رب يعني يتخطوا هذه المشكلة ان شاء الله